هذا الكرت يا جماعة المفروض يكون أكثر كرت منتظر بهاي السنة ليش؟ لأنه كرت المفروض يشغل لنا كل الألعاب الموجودة وبسعر هو الأرخص يعني كرت شاشة اقتصادي لكل اللاعبين لكن فيه مشكلة بسيطة نتعرف عليها بداية هاي البوكس الخاصة بهذا الكرت الكرت مقدم من بلت طبعا أكيد هو انفيديا جي فورس ارتي اكس اربعين ستين ومثل ما حكينا هذا الكرت هو ديول وزن الكرت من هو بالبوكس يعني مبين أنه خفيف راح نشوف ونتعرف على وزنه بعد ما نطلعه بالراء البوكس طيب الكرت يا جماعة هو ثمانية جيجا وهون راح تبلش الاختلافات الغريبة نشوف أهم المواصفات اللي بيجي فيها هذا الكرت أكيد عنا ديال اس اس ثري عنا ريترايسنج وريفليكس وستوديو لو شفنا الكرت من الخلف هنشوفي عنا أكيد مجموعة من يعني المواصفات والأمور اللي يعني منعرفها احنا عن كروت شاشة لكن هون في شي اسمه ميكر هذا الشي بيميز كرت بلت عن باقي الكروت انه انت بمكانك عن طريق هذا البرنامج تطبع ثري دي برينتنج اذا في حال عندك ثري دي برينتر او بتعرف حدا عنده اي كوفر لهذا الكرت بحيث انه بصير يناسب اي تجميع فع سبيل المثال التجميع اللي عندي هون هي تجميع بيضة بالكامل لكن هذا الكرت اسود اذا بدأ يركبه عليها محتاج ان يحصل على هذا البرنامج واكيد طابعة ثري دي لحتى اعمله بكل سهولة وطبعا ميزة انا بشوفها حلوة وحلوش صير نشوف ايك شي على كل قطع البي سي لانه عطول اللون الابيض يعني هو ضعيف توفره لكن كمان مش بس لون ابيض يكون في عنا الوان متنوعة او تصميلي احنا بدناها بدون منضطر للبخ والدهان واليسحصي فبكون خيار ممتاز طيب نفتح صندوق بشكل سريع طبي جماعة بصندوق ما في عندي غير الكرت فقط ولا اي شي ثاني معه هذا هو الكرت اصدقائي عم تشوفوه امامكم بحجم صغير وزن فعلا خفيف وزنه بالضبط حوالي 650 جرام يعني وزنه خفيفة بيمشي مع اي تجميعة راح نشوف هون عنا من الاعلى طبعا مروحتين بهذا الشكل التصميم اغلبه من البلاستيك هون ما في عنا راحكون اضاءة ابدا للر جي بي هاي من الخلف طبعا اكيد اللوح راح يكون معدني هون في عنا فراغات منيحة لالتبريد عنا هون اكيد راحكون المنافذ جماعة حتى المنافذ ما عليهم كفر يعني ما محرف كثير يعني مسترخصين الجماعة راحكون في عنا ثلاث منافذ ديس بلاي بورت واحد اكيد اتش دي ام اي المكان الوحيد اللي فيه اضاءة ار جي بي راح يكون فقط هون تحت اسم بلت هاي راح تكون ار جي بي وكيد هون عنا منفذ الطاقة ايت بين طب ليش حكيت انه هذا يعتبر اطلاق غريب اول شيء هذا الكرت يا جماعة جاي بثمانية جيجا بينما الثلاثين ستين تبع السن الماضية نزل باثناشر جيجا يعني انا مو فاهم شو السبب طبعا انفيديا صرحت انه احنا مو بحاجة لزيادة بهاي الذواكر طيب خلينا نفكر فيها شوي هذا الكرت سعره ثلاثمائة دولار بينما ثلاثين ستين يهو تبع العام الماضي سعره ثلاثمائة وثلاثين دولار يعني انفيديا نزلت بالسعر وعم بينباع بسعر الاطلاق تقريبا من كل الشركات وهي تعتبر ظاهرة يا جماعة انه ينباع الكرت بسعر الاطلاق يعني يمكن من زمان ما سمعناها من انفيديا بالنسبة للشيدرز الكرت رح يجي بخمسة عشر تيرا فلوبس استهلاك للطاقة ايضا نزل بشكل ملحوظ فثلاثين ستين كان يستهلك مئة وسبعين واط وينما هاد حسب كلام انفيديا مئة وخمسة عشر واط بالنسبة للسرعة الاساسية لهذا الكرت فهي الف وثامية وثلاثين ميجا هيرتز اما السرعة المحسنة فهي الفين واربعمية وخمسين بالنسبة للكودا كور فهي ثلاث آلاف واثنين وسبعين وحسب توصيات انفيديا فمزود الطاقة المحتاج له ستمية واط طيب هيك اصدقائي عرفنا كل مواصفات هذا الكرت خلينا نروح لاختبارات طبعا يعني الكرت هذا مصمم للألف وثمانين وللتو كي وبالانتقال للاختبارات اصدقائي البداية مع اختبار فير مارك وهو مثل ما بتعرفه من ضغط كرت الشاشة بشكل كبير على دقة الفور كي حصلت على خمسة واربعين فريم ودرجة الحرارة كانت تراوح بين الستين وخمسة وستين وكان في عندي بعض الصعدات العالية وصلت بأقصاها لواحدة وسبعين لكن الاستقرار كان خلينا نحكي بين الستين وخمسة وستين اما على دقة التو كي فكانت الفريمات مية وثمانية ودرجة الحرارة تقريبا كانت ثابتة على الاربع وستين باختبار لثري دي مارك حصلت على سكور عشر تالاف وستمية وخمسة وستين درجة الحرارة بأقصاها وصلت حوالي خمسة وستين واربع وستين أما معدل الفريمات بهذا الاختبار فكان تقريباً 65 وبالانتقال للألعاب والبداية مع سايبر بانك وطبعاً بدقة 2K حصلنا على 80 فريم ودرجة الحرارة كانت 64 لكن أداء اللعبة يا جماعة ما كان بالشيء المرضي يعني نعم الفريم كان عالي لكن ما حسيت يعني الكواليتي الدقة الجماليات الصورة مثل ما متعودين عليها بالكروت العالية يمكن أنه مو كثير بجرب الكروت المنخفضة بشكل عام بصراحة سايبر بانك ما عجبني الأداء طبعاً مثل ما شفتوا انخفاض بالفريم ما في لكن أنا شخصياً ما بفضل ألعب بهذا الشكل اللعبة الثانية Redded Redemption 2 وصلنا بالفريمات 65 أيضاً هنا نتكلم عن دقة 2K ما كان في عندي أي مشكلة للأداء كانت اللعبة جميلة الألوان جميلة والوضوح كان دقيق طبعاً بسايبر بانك وردد ريدمشن درجة الحرارة ما جاوزت 64 أخيراً مع Call of Duty Modern Warfare 2 وهون كانت الصدمة يا جماعة يعني اللعبة هاي المفروض هي أخف من اللعبتين السابقات لكن استغرب انه كان بصعوبة عم بوصل لـ 60 فريم وأنا حاطة هون 2K درجة الحرارة وصلت لـ 68 بصراحة معادلة هذا الكرت شوي غريبة لكن إذا انت ما عندك مشكلة بألعاب انك على 2K على Full HD ما رح تعاني المشاكل بس ما رح تشوف هديك الفريمات العالية هيك أصدقائي انتهينا من الاختبارات وشفتوا يعني رأيي بهذا الكرت خليني أحكي لك بصراحة أداء الكرت بالألعاب ما حكيت انه بيشكل من مشاكل لكن طرح كرت جديد بهيك مواصفات يعني أنا بشوف ما له داعي يعني فعلاً هذا الكرت الذي ليس له داعي يعني هيك لازم أسميه بالنسبة لصناعة المحتوى يعني أنا شفت أداءه بصناعة المحتوى وما عدا يمكن الأدوبي برمير ببعض الحالات أفضل يعني إذا بتقارنه مع أداء كرت الثلاثين ستين للسنة الماضية بيكون أفضل نوعاً ما لكن ببعض الحالات بالأدوبي برمير لأ كان أقل نعم هذا الكرت في كل مواصفات اللي بدك إياها من ناحية المواصفات اللي هي بتيجي بجيل الأربعة ألاف لكن بنفس الوقت يعني ما عم أشوف قدم شيء جديد فالإصدارات اللي بتنزلها انفيديا هيك يعني أنا بشوف ما بعرف شو الفائدة منها مم قادر أوجهه لأي فئة يعني ما أنا شايف أنا في فئة موجهة بهذا الكرت لا هو مثلاً نازل بسعر فعلاً يعني منخفض جداً أنه مثلاً لو سعره 200 دولار يعني الواحد بيصير يحطه بقائمة تجميعات خفيفة يعني وله سعره مثلاً يعني أنه نحكي عالي نقول لك لا أبداً لا تشتري فشوي مخير هذا الكرت لكن أنا لذا بدي أنصح بنصح بفئة التي آي الشيء المخصص إليه والمصام إليه نعم أعطانا الأداء بدون أي مشاكل مو أكيد أفضل أداء إحنا شفنا الشيء اللي بيهمني أنا موضوع التبريد واستهلاك الطاقة ما كان فيه فعلاً أي مشكلة كان استهلاك الطاقة منخفض الكرت ما سمعت له هذلك الصوت العالي ما كان فيه مشاكل بالتبريد فهي يعني الخلاصة والمجمل من هذا الكرت وإنتوا أصدقائي حسب تجربتكم إذا مجربي ونكسبولي بالتعليقات وإذا لا هل بتشوفوا هذا فعلاً خيارك القادم أو لا أي سؤال أي سفسار أكيد بالتعليقات وكل عادة كما كان عبيدة السلام عليكم ورحمة الله وبركاته